مرحبا بكم في درس سيغ المركبات الكيميائية أول شيء لكتابة السيغ الكيميائية لابد أن يتبع خطوات هذه الخطوات لابد أن تكون خطوات واضحة لكي تكون السيغة عندك بشكل صحيح إذا كانت السيغة غير صحيحة فإن المركب سوف يكون عندك غير صحيح وبالتالي مهم جدا أنك تتبع الخطوات هذه في البداية المقصود بالسيغة هي كتابة رموز العناصر المكونة المركب بشكل كبير بمعنى أنه أولا ماذا تفعل نكتب رمز الأيون الموجب عن اليسار إذن الموجب على اليسار وصيغة الأيون عديد الذرات السالب عن اليمين والسالب على اليمين بهذا يكون شكل المركب بهذا يكون شكل المركب أيضا أول شيء الشحن الموجب على اليسار وهنا على اليمين الشحن السالبة فمثلا عند الألمنيوم وعند الهيدروكسيد الألمنيوم شحنة موجبة أضعها على اليسار والهيدروكسيد شحنة سالبة أضعها على اليمين هذا الخطوة الأولى الخطوة الثانية نكتب عدد التأكسد لكل أيون أسفل منه بمعنى أن الألمنيوم كم عدد التأكسد يا شباب موجود في المجموعة 13 والمجموعة 13 تقريبا موجب 3 إذن هنا بيكون عندي 3 الهيدروكسيد عديد الذرات بيكون سالب 1 الخطوة الثالثة والمهمة اللي هي التبديل اللي هي التبديل بمعنى أي شيء يا شباب بمعنى أن الهيدروكسيد اللي هو الOH تأخذ الثلاثة والال تأخذ الواحد الال تأخذ الواحد إذن نكتبها زي ما هي ننزلها زي ما هي الال تأخذ الواحد إذن الال الواحد لا يكتب إذن كتبنا الال والواحد لا يكتب يعني مو شرط أنك تكتب الواحد يا شباب مو شرط أنك تكتب الواحد خلاص مجرد ما كتبت الال يغنيك عن الواحد هنا يقول لك أنه الكل الOH تأخذ الثلاثة فهينا مهم جدا إنك تقول O H بين قوسين ثلاثة لأنك لو قلت O H ثلاثة معيات الثلاثة هادل ال H فقط بينما كل الايون هذا يأخذ كم؟ يأخذ ثلاثة لجل كده نضعه بين قوسين لجل كده نضعه بين قوسين وتكون الصيغة النهائية AL OH الكل ثري وهذا صيغة مركبة هيدروكسيد الألموني هيدروكسيد الألموني هذا بالنسبة لكتابة الصيغة فمهم جدا تعرفها خطوة خطوة في ملاحظات بغي انك تعرفها وين في الصيغة اول شي تكون الشحنات بابسط نسبة بمعنى انه لو كان عند الاس اي او تو ليس اس اي تو او فور نقسمها على اثنين بيصير اس اي او تو بمعنى تكون اقل نسبة ممكنة فالنسبة هذه بيمكن ان بسطها هذا التبسيط بيكون بشكل مغير تماما بمعنى انه اقسمها على اثنين بيكون كم عندي هنا بيكون اس اي او تو الملاحظة الثانية يا شباب اللي هي اذا تساوت اعداد الشحنات فانها لا تكتب بمعنى السي اي عنده اثنين اساسا والاكسجين عنده اثنين فلما نسوي عملية تبديل فيما بينهم يصير سي اي تو او تو مدام هنا متشابه وهذا متشابه فانه لا نكتبه ونسويهم بالواحد نسويهم بالواحد فيكون سي اي او سي اي او هذا في حال تساوت اعداد الشحنات اللي بعده اذا كان عدد الشحنات يساوي موجب واحد او سالب واحد زي ما ذكرنا قبل شوي فانها لا تكتب خلاص مجرد ما كتبت انت ام جي معنات انك كتبت الواحد فبيكون ام جي واحد سي ال تو هذي غير صحيحة الا صحية ام جي سي ال سالب عفوا ام جي سي ال تو سي ال تو هذا بالنسبة لكتابة السيغة اخيرا الايونات على عديدة الذرات في الايونات العديدة الذرات توضع داخل قوسين اذا كان عندي اكثر من واحد لاحظ ان عند البي اي اساسا هو اثنين ياخذ والاو اتش واحد فمع التبديل ايش اللي بيصير مع التبديل ان البي اي ياخذ الواحد والاو اتش ياخذ اثنين هذه الاثنين لابد انا اضعها بين قوسين مهم جدا انك تعرفها لانك لو كتبت او اتش الكل تو زي ما ذكرنا قبل شوي بيكون عندي غلط فالصح هو الاو اتش كل الاو اتش ياخذ ايش ياخذ اثنين واضح يا شباب هذه مجرد ملاحظات بسيطة على السيغ وكتابتها عكس السيغ اللي هو التسمية فانا كيف اسمي المركب طبعا هنا كتابتنا باللغة العربية هنا كتابتنا باللغة العربية وانا عارف ان سيغة المركب هي عبارة عن شحن موجب على اليسار وشحن سالب على اليمين صح يا شباب ولا لا اذا لما اجي انا اسمي المركب اول شي في اللغة العربية ابدأ من اليمين لليسار ايش اللي اجد قدامي اذا السيغة هذه بهذا الشكل ثابتة المتغير هي التسمية فبالانجليزي من نبدأ من هنا لكن في العربية لا نبدأ من المين اذا في الحالة هذه نواجه من قدامنا اول شي يا شباب الايون السالب اذا هنا الخطوة الاولى يسمى الايون السالب اولا متبوعا باسم الايون الموجب وبعد ايش وبعد الايون الموجب بعد ذلك في حالة الايون السالب الوحادي الذرة مثل الكلور الفلور البروم هذه كلها نسميها حادية الذرة يشتق الاسم من اسم العنصر مضافا اليه المقطع يعداد فمثلا الكلور يصير كلوريد البروم يصير بروميد وهكذا الاكسجين يصير اكسيد يصير اكسيد اذا اضيف المقطع يعداد الى الايون السالب حادي الذرة لاحظوا انه عندي هنا هذا ايش اسمي ام جي او انا امشي من اليمين لليسار اذا اكسيد لانه هذا الاو رمز الاكسجين والام جي رمز الماغنيسيوم فاقول اكسيد الماغنيسيوم طيب الايون الموجب اضيف له هي يعدال لا اضعه زيما هو اذا الي اعدال فقط لمين للايون الموجب للايون اعفوا للايون السالب للايون السالب الن اي سي ال الان اي اذا نبدأ من هنا ايش اللي اجد قدامي كلوريد اذا كلوريد اللي بعده الان اي رمز مين رمز الصوديوم اضيف كلمة الصوديوم طيب تعال نشوف المثال هذا نحاول نطبق عليه ايش نطبق عليه الصيغة والاسم الصيغة والاسم عند الايونات عند السي اي وال او اتش نبدأ نحط السي اي زي ما هو ليش ليش كتبت على اليمين لان السيغة تقول كذا على اليمين الايون الموجب وعلى اليسار ايش الايون السالب الخطوة الثانية ايش قلني يا شباب كتابة اعداد تأكسد هذي عنده كم يا شباب عنده اثنين اذا نحط اثنين ال او اتش كم عنده واحد حطه واحد التبديل لاحظ في التبديل يا شباب ايش اللي بيصير اللي بيصير كالتالي ان السي اي هذي السي اي ال او اتش كم اخذت اخذت الاثنين اذا نحطها بين قوسين او اتش الكلتو اذا هذي السيغة ايش اسميها اسميها من هنا ابدأ من هنا اوكسيد هذا هيدروكسيد عفوا هذا هيدروكسيد وهذا السي اي رمز مين رمز الكاليسيوم اذا اقول هيدروكسيد الكاليسيوم طيب خلصنا منه كتبنا السيغة وكتبنا التسمية نشوف اللي بعده اللي بعده اللي هو الاكسيجين مع الكاليسيوم مين الموجب الموجب الكاليسيوم اسجل على اليسار الاكسيجين هو السالب حطه على المين الخطوة الثانية كتابة الايونات هنا اثنين وهنا اثنين تبديل خلص انت صار الان عندك معرفة تامة بالخطوات التبديل التبديل كل واحد ياخذ الثاني فهنا بيكون لاحظوا انهم متشابهين هنا والملاحظة اللي قبله شوي ذكرناها انه اذا كانت متشابهين عداد تأكسد فحنا هنا ايش نسوي نسويهم بالواحد اذا تكون السيغة النهائية ايش نسمي ايش نسمي او رمز الاكسيد اوكسيجين نسميه اوكسيد نضيف له يا ادال اوكسيد ايش يا شباب السي اي رمز مين الكاليسيوم فيكون اسمه اوكسيد الكاليسيوم هذا بالنسبة لايش يا شباب بالنسبة لي الايون الاول الايون الثاني تعال نشوف الايون الثاني الكاليسيوم موجب اذا نحطه على اليسار الو اتش موجب عفوا سالب نحطه على اليمين واضح اذا الخطوة الثانية انا عندي هنا واحد من فين جبت الواحد هذا هو طيب الهيدروكسيد هذا هو واحد تبديل يكون السيغة النهائية ك او اتش ليش ما احط قوسين لانه هنا الواحد فالواحد يغني عن ايش عن الاقواس اذا ايش اسميه اسمي هيدروكسيد الكي رمز ايش يا شباب البوتاسيوم طيب تبقى الاخير تحاول انك تحل الاخير على شكل تطبيق الى هنا انتهينا من درس السيغة شكرا لكم جميعا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة